السلام عليكم السلام عليكم انا تبحث عن الام البيولوجية لان انا ربطني الام دي ربطني رحمه الله في سنة 1978 كانت عندي تلتيام كانت عندي تلتيام الام دي ربطني تلاقت في واحد مجمع صدفة بواحد الفرملية اللي اسمتها خديجة وهي كانت تشتغل مستشفى الصوفي بالطال البيضاء اللي هو حاليا مولا يوسف اللي احدى جامعة الحسن الثاني مهم كانت قتليها ذيك الخديجة اللي قتل الام الربطني قتلي انا لدينا بزاف الوليدات يجوا يتخليهم تتخلوا عليهم والديهم و الام الادية تمعت ذيك الهضرة قتليها اللي كانت شبنية قوليها ليا قتلها وخة بالفعل مني دس واحد المدة واحد الاسبوع جات جبتني لها و مني جبتني لها اعطيتها واحد الروسي اللي مكتوبة فيه اسميه الاملي والداتني البيولوجيا فيها خديجة و مكتوبة تما 17 في 10 ف 1978 وهذا هو الروسي اللي خرجت به اعطيتها لها مني كانت عندي ثلث ايام بقى باسترى ديالي مهم اني جات الام رباتني اتصلت بها و كانت هادي الممرضة خليجة مع الاخت ديالها نائمة تشغلوط مبمولة يوسف و قلت لها و وريني الام الحقيقية لها باش نديليها الوريقات قلت لها مثلا اعرفهاش مهم الاسرار ديال الام ديالي اللي رباتني بقى تتصر عليها باش توريني الام الحقيقي توريها الام الحقيقية اقoned لها مماء واحد منها الثالثالعدول الفي الحبوس و اقبت لها واحد السيدة من الثمم و قلت لها الام الام البيولوجيه ديالي اقبت معها واحد الكارني بحكم ما كانتش لكارت ناسيونال لا كانتش لكارت ناسيونال ان كان غير واحد الكارني كله محي قديم قديم قال لهم العدول باللي هات الكارني محي ما تبال فيه اشي حاجة قال لما نقدر نكسب لكم تشي حاجة بما ان الاسم مواضحش قال لهم مسمحوا لي انا ما تبالي والوف هات الكارني مهم مشات صافي خرجو وكسبت قاتلها يلا خديجة هي اللي هو الاسم ديالها صافي قيها هذا الاسم ذاك الغصية تمدي عليه صافي ومشت وعيت قلت له صافي وخرجو بتسرب ومشيته لم اتبغل على جهة لذانا المساح وانا الموضوع من بعد انا ربطني الام ديالي وقيت ربطني الربطني حسن الحمد لله تدرت 7 سنين اتدرت 7 سنين عن السفلي قد اراد لي باللير انا مستعملني عن بدي الأساسي قال لي انا مربيك صافي الحمد لله تقبلت الامر وبقيت ابقى لها كاكتون القرى الحمد لله من وداءوا مني كبرت شوية وملا تدرتني عند هاديك الفرملية في المدينة ساكنة تنسولها على أمي و لا أريد أن تقول لنا كل مرة ما تنعرفها قلت لنا أنتم لم تصدعتوني على حامل الطفل و الطفل اللي أعطيتهم تشي واحد ما يبحث عن الأباء بيولوجيا غينتهم و لا يبدو أن تصدعتوني كثيرا كوني حسابي قلت لها ما نعطيها لأنني حسابي قلت لها ما نعطيها صافي أنا قلت لها صافي ما نجي عندها لا أريد أن أعطينا ميران و تكار نمشي عندها لا أريد مهم أنا دائما سأبقى عندي ذاك السؤال بغيت نعرف كونهما الآباء ديالي باومي البيولوجيين ما لقيت كيفاش ندير الحمد لله مهم كبرت قريت خدمت دب الحمد لله أنا تزوج عندي أوليدات عيشة في الديال الأوروبية 14 عام الحمد لله عندي الجنسية لها البلاد اللي عيش فيها أنا ما خسني تشي خيال ولكن الحمد لله تنقل بغي على الأم بيولوجيا ديالي اللي عندي في الغراق و في العقل زدياد اسمتها خديجة و دابت خديجة واحد سنتين كنت تمشيت عندها لقيتها طريحة الفيراش و صوتها عاو ثاني و قلت لها لقيتها بحلة مرضات و قلت تدخل و تخرج في الهدرة قلت لي جاءت واحد النوبة واحد المرأة و سوولت ولكن بقيت فرصت الدرب و قلت لها لماذا لم تقلت لها أنها تنجو عندك دائما قلت لك هي حيث المرأة خوتها صعابين و لا ساقل هذه الساعة و قلت لها الخبر و قلت لها 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 و أم بيولوجيا و قلت لها في هذه المرأة من المرأة و قلت بك و قلت لها و إذا كنت تسمع أريد أن أرى و دائما فقط إذا كان لها و تحدثت و قلت لها و سأعرف ما هي الأم والحمد لله انا لم اخطيت شي حاجة اه يعني ماشي بغى على شي حاجة ولا هاد انا غيلي الله في سبيل الله وتنتمنى لانني دارت بزت المحاولات وما عمري ما لقيت الام ديالي ومؤخرا العام اللي فات دارت محاولة ولكن اصدقت الام اللي دارتنا تحيلة دي الارضة اين كانت واحد الام دارت تهيه واحد اعلان في واحد المنبر اعلامي وحسبنا هي لان نتيجرت في 78 ولكن من دلال الارضة اين ستقتمش هي الام ديالي قالت انتمنى يا ربي يا ربي يعني بغيت نعرف شكل ام ديالي واخاها المدة طويلة ده ب 44 سنة وهاد شي فتع ليه بزفت الوقت ولكن الى كانت الام ولا شي واحد من العائدة ديالها تيعرف هاد خديجة ولا خديجة وعارف هاد تاريخ ديال 17 ولدت فيه ويضع ما يتصل بالاخ يوسف ولا يعطيه الرقم ديالي والله يجلسيكم بخالي تعرف اي معلومه يقولها لنا يتغي الاجر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر شكرا